من أعظم حقوق الإنسان حق الحياة وقد كفله الإسلام للإنسان وهو جنين في بطن أمه فهل يجوز إسقاطه؟ وهل يختلف الحكم باختلاف مرحلة الجنين؟ الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي وأجمع الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه وهو من الوأد الذي قال الله فيه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وإذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوما وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر على الأم جاز إسقاطه ولا يدخل في ذلك خشية العجز عن الإنفاق عليه أو عن تربيته أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات غير الشرعية وإذا زاد الحمل عن أربعين يوما حرم إسقاطه حتى تقرر لجنة طبية موفوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه ولا يجوز إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب بعد نفخ الروح فيه لأنه نفس محترمة ويجوز قبل ذلك لما تتعرض له الأم من أمراض نفسية وعصبية وإيذاء إن استمر هذا الحمل وأما الجنين المشوه فإذا نفخت فيه الروح وبلغ 120 يوما فلا يجوز إسقاطه مهما كانت تشوه إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم وأما قبل نفخ الروح فيجوز إسقاطه بإذن الوالدين إذا كانت تشوه متيقنا وخطيرا وغير قابل للعلاج فاحترم حياة الجنين ولا تعتدي عليها بالإجهاض فإنه نفس محترمة قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا